بقلب عاصمة ولاية تمسيلة وتحديدا خلف سكانات عدل اثنان الجديدة تعيش عائلة منسول محمد ظروف جد مزرية العائلة المتكونة من ستة أفراد تكابد المعاناة داخل هذا البيت بيت جدرانه من طين وسقفه من قش نقعد نقعد نبكي شنديق شوف الناس ساكنة في باطمة ساكنة في الدين نقعد نبكي هذه هي نقعد نبكي شنديقين بانينا الله الله والاقطاع الله الله والفرش الله الله لنقعد نتمر وشايتين زينا كما نساء شايتين عيش كما نساء شايتين نلبس كما نساء ما لبست من حال حتى خلقت عزوج هنا في المزرية ما زاد من ألم ومعاناة العائلة التي تقطن هذا المكان منذ 25 سنة حرمانها من منحة التضامن التي تمنحها الدولة للفقراء بما فيها منحة المليون التي أقرها رئيس الجمهورية مؤخرا قلت لك عدنا 25 سنة هنا والله اقتررنا نساكني هنا ما كانش لا سكنة أمليها لا قاز لا تريسيتين ما نشروا فيه بستيرنا ثاني ما حاجة ما إله قلتنا لهنا القفاتي على رمضان ما نش نسفاده فيها المليون ثاني ما نش نسفاده فيه ديري قال لك لازم لك شهد سكن تاحها هنا شهد سكن تاح ويرك مقيم كما نقولوا أنا رهت البلدية قال لك ويرك مقيم نعنوا من الماء أربع يم إلى عشر يم ما نشفوه نعنوا من دقيق ثاني إشكارك يجي نهارين ثلاثة نتنفذ نعنوا ثاني من القهوة نهارين ثلاثة نضغوهاش نعنوا حسب ناكلوا شاطا نشربوا قذوذ نشربوا مكانش كل قال ما طلوعوا الشاربة وهذه هي غادرنا كوخ العائلة الدقائق قبل الإفطار ودموع الأم تترجم حال عائلة تعيش بمدخول بيع البلاستيك الذي تسمعه أيدي أبنائها من المفرغات العمومية وأمالها في عيش كريم يحفظ كرمتهم